ترجمة نانسي قنقر وهو ليش ما يكون السيرك لكل الفئات العمرية بما في ذلك الكبار في السن بدل ما يكون بس للأطفال ففكرت بابتكار شي جديد يعني فكرت بإضافة قيمة لسيركها عشان تتمكن من خلالها إنها تجذب كل الفئات العمرية عليه فعملوا التالي قالوا نحن ما بدنا لاعبين مشهورين وما بدنا حيوانات اللاعبين المشهورين غليين والحيوانات بدها جهد كبير وبالتالي تكلفة عالية فما بدنا هدول ولا هدول وما بدنا نعمل مكان السيرك على مساحة خارجية بدنا نعمله على مسارح متميزة ونستفيد من إمكاناتها الفنية والتقنية المتقدمة وبدنا نقلل كثير من الألعاب الخطرة لأنه عامل الخطر فيها مرتفع وبرضو تكلفتها مرتفعة وبدنا نقلل من وجود المهرجين ليه؟ لأنه عملهم موجه بس للأطفال ونحن صرنا نستهدف كل الفئات العمرية مش الأطفال بس وبدنا نبتكر عروض إبداعية جميلة مختلفة عن العروض التقليدية اللي بتقدمها السيركات الثانية إذن إدارة السيرك استبعدت الحيوانات واللعبين المشهورين وغيرت المكان التقليدي للسيرك وقللوا من الألعاب الخطيرة والمهرجين وقدموا عروض إبداعية حلوة وبهاي الطريقة تميز سيرك الشمس عن غيره وحقق نجحات وانتشارات واسعة جدا شوفوا كمان مثال في الفيديو التالي